السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات المدارس السنوية الصناعية مستقبل مصر الصناعي والتكنولوجي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة التركيبات الكهربية للصف الثاني تخصص تركيبات ومعدات كهربية كل عام وحداكم طيبين احنا الحمد الله دلوقتي بتدينا في الترمي التاني ان شاء الله الترمي الاول يكون مكلل بالنجاح بازن الله ويكون ان شاء الله نهاية العام نهاية طيبة للجميع بمشيئة ربنا هنبدأ ان شاء الله مع بعض النهاردة في جزء جديد من مادة التركيبات الكهربية بس زي ما تعودنا مع بعض دايما لما بنجي نتقابل مع بعض بنبدأ نعمل مستخلص سريع ونفتكر كده نتذكر مع بعض اللي احنا اخدناه في الحلقات الماضية عشان نقدر نربط بينه وبين ان شاء الله اللي هنبدأ الجزء اللي هناخده جديد بازن الله مع بعض من اليوم نتذكر كده مع بعض ان احنا عندنا مادة التركيبات الكهربية كان مضمونها بيتكلم عن كل الشغل الخاص بالمشروعات والتمديدات والتوصيلات الكهربية داخل المنشآت العامة او المنشآت الخاصة وممكن كمان خارجها في بعض الاجزاء من شبكة التوزيع ده اللي هيرجعنا ويخلينا نتذكر مع بعض ان احنا كنا بنقسم منظومة القوى الكهربية بالضبط كده زي ما نتذكر مع بعض يا شباب عبارة عن ثلاث اجزاء اساسية الجزء الاول وهو اللي كان بيتكلم عن منظومة توليد الطاقة الكهربية وهو المسؤول فيه عن محطات التوليد اللي بيبقى فيها السينكرونس جينيريتور او مولدات التزامنية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربية وكان بيتم توليد الطاقة الكهربية بجهود مختلفة بتتروح بداية من حداشر كيلو فولت فيما فوق بعد كده بنبدأ نعمل لها عملية نقل من خلال خطوط النقل ودي كانت بتخش على المرحلة التانية او الجزء التاني في منظومة الطاقة الكهربية واللي هي كانت مرحلة النقل او الجزء الخاص بالترانسوميشن لاين اللي هو مسؤول عن نقل الطاقة الكهربية اللي تم توليدها من محطات التوليد طيب بعد ما تم التوليد بننقل من خلال حاجتين يا اما من خطوط من خلال خطوط نقل هوائية يا اما من خلال كابلات ارضية تمام وقلنا ان في فرق كبير جدا بين الطريقتين وده بيربطني على حسب المسافات اللي هيتم النقل من خلالها وفي نفس الوقت كمان طبيعة الارضة او التربة اللي هنبدأ نمد من خلالها الكابلات او الموصلات بتاعتنا اللي هتنقل الطاقة الكهربية وقلنا سريعا كده ان الفرق بين الاتنين لو احنا هننقل المسافات طويلة بين المدن وبين المحافظات فبيبقى صعب ان انا استخدم كابلات ارضية وده بسبب التكلفة العالية باستخدام العوازل باستخدام الحفر للمسافات طويلة وعدم سهولة اكتشاف الاعطال بيبقى صعب جدا على ما اكتشف عطل معين او قطع في كابل من الكابلات الارضية فبالتالي بنلجأ لاستخدام الخطوط الهوائية في المسافات الطويلة وخاصة ازا كانت الارض اللي احنا هنمد فيها صعب جدا ان انا نخفر فيها عشان امد كابل ارضي زي مسلا الاراضي الزراعية زي ابني انهار اه زي ابني تلال او هضاب ما اقدرش احفر من خلالها عشان امد كابل ارضي فبالتالي كنا بنمد من خلال الخطوط الهوائية او بتاعتنا اللي معلقة على الابراج اللي بنشوفها واحنا ماشيين على الطرق لو احنا مسافرين على الطرق مسلا بين المدن والمحافظات بنشوفها معلقة على ابراج واعمدة حديدية طيب جينا بعد كده كنا قبل ما بندخل على خطوط النقل كنا بنستخدم حاجة اسمها محطات فرعية للرفع والمحطات دي كانت بتبقى عبارة عن مجموعة من المحولات اللي بتقوم برفع الجهد اللي تم توليده من محطات التوليد عشان خاطر نتلاشى او نعالج مشكلة الفقد في الجهد او الفولتوش دي ربو اللي ممكن يحصل اثناء عملية النقل بتاعتنا طيب بعد كده كنا بعد مرحلة النقل واول ما بنخلص مرحلة النقل وتوصلنا خلاص للمرحلة الاخيرة اللي خلاص المفروض ان الطاقة الكهربية هتوصل للمستهلك كنا بنستخدم المرحلة التالتة والاخيرة اللي هي شبكة التوزيع او مرحلة التوزيع وهنا كانت شبكة التوزيع هي عبارة عن الجزء اللي موجود في منظومة القوى الكهربية المسؤول ان هو يوصل الطاقة الكهربية في الشكل النهائي بتاعها لمين للمستهلك او للاحمال بتاعتنا والاجهزة سواء كانت في مصانع سواء كانت في مدارس في مستشفيات في اماكن سكنية ايا كان نوع الاستهلاك او حجم المنشأة اللي هتستهلك الطاقة الكهربية وكانت شبكة التوزيع بتتقسم معانا لمجموعة من العناصر الرئيسية نتذكرها كده مع بعضينا كانت عبارة عن تلات حاجات اساسية وهي المغزيات او الفيدرز اللي هي كانت بتبقى عبارة عن المحولات الكهربية للخفض اللي بتبدأ تاخد خط الجهد اللي جاي من خط النقل الكبير اللي انا نقلت بيه عشان اتفادى الهبوط في الجهد وتبدأ تنزله لنا تاني لجهود التشغيل العادية بتاعتنا اللي هي لو سري فيز بتبقى تلتمية وتمانين فولت او لو كانت اللي هي تبقى امتين وعشرين فولت وكانت الجزء التاني فيها او العنصر التاني في شبكة التوزيع وهي كانت الموازعات او اللي هي مسؤولة عن توزيع الطاقة الكهربية خلال جزء التوزيع بتاعتنا ودي كانت بتبقى عبارة عن الكابلات الارضية بمجتملاتها زي لوحات التوزيع اللي هتتوصل بيها او القواطع والمفاتيح الحماية اللي هيتم التوصيل عليها. كذلك العنصر التالت وهو الموصلات والاسلاك الكارابية اللي هيتم استخدامها داخل المنشأة او داخل المبنى اللي هيتم فيه توزيع الطاقة الكارابية واستهلاكها. ده كان سريعا كده الجزء الخاص بتاع مكونات المنظومة الكارابية والجزء الخاص بشبكة التوزيع. تعاملنا ان شاء الله زي ما احنا وضحنا قبل كده ان احنا هنتعامل من الجزء الاخير اللي هو شبكة التوزيع او الجزء الخاص بالتوزيع بتاعنا. وفيما يخص داخل المنشآت والمباني العامة. في الترمي الاول اتكلمنا عن كل ما يخص المنظومة او شبكة التوزيع من خارج المنشآة. من اول محطات الخفض لحد ما بنوصل لباب المنشآة بتاعتنا. ايا كان نوع المنشآة دي منشآة صناعية منشآة سكنية تجارية خدمات. ايا كان نوعها وحجم العمل بداخلها. دغلنا ان شاء الله في الترمي التاني اتكلمنا في الحلقات الماضية عن اختبار ومعاينة التركيبات الكهربية تبقى لما يسمى بالكود المصري للكهرباء. الكود الكهرباء المصري اللي هو ايجبشن الكتريكا الكود. وده كود موضوع عبارة عن مجموعة من المواصفات الفنية والقياسية معجموعة من المعايير موضوعة من قبل لجنة دائمة مكونة من بعض الاعضاء المتخصصين والمسؤولين عن شغل التركيبات الكهربية موجودين في المركز القومي للبحوث البحوث الاسكان التابعة لوزارة الاسكان والتعمير وضعوا بعض المواصفات العامة والفنية اللي المفروض ان احنا نتبعها اثناء عمل التركيبات والتوصيلات الكهربية داخل المنشآت والمباني. طيب وكان من ضمن المواصفات ان احنا نعمل مجموعة من الاختبارات والمعاينات قبل تسليم او قبل التشغيل النهائي للتركيبات الكهربية بتاعتنا داخل المنشآت. وكان من ضمن هذه الاختبارات مجموعة متنوعة من الاختبارات. ذكرنا منهم في الحلقة الماضية اختبارين اتنين فقط. وهم كانوا اختبار استمرارية الحلقات او النهائية او الدواري النهائية واختبار العزل او مقاومة العزل. لو بصينا كده مع بعض عشان عشان نشوف على الشاشة مع بعضينا نبدأ نكمل باكل الاختبارات بتاعتنا النهاردة ان شاء الله نشوف كده الاختبار السابق اللي احنا كنا شفناه مع بعضينا كان بيقول ايه في اول اختبار من اختبارات التركيبات الكهربية. اول اختبار زي ما حضراتكم شايفين كده كان بيتكلم عن اختبار استمرارية الدوائر الحلقية النهائية. يعني ايه يا شباب? يعني احنا عندنا مجموعة من الدوائر اللي هي المفروض الدائرة النهائية لان احنا لو نتذكر كده مع بعض في الترمي الاول قلنا ان احنا عندنا من بعد التوصيلة او من بعد روحة التوزيار الرئيسية اللي هتخص اللي هتدخل على المنشأة او تخص المنشأة اه بعينها بيبدأ بعد كده يتم تفريع مجموعة من التوصيلات داخل الوحدات او الاقسام اللي موجودة جوه المنشأة دي. كنا بنسمي الدائرة اللي موجودة من بعد العداد او من العداد لحد الاحمال بتاعتنا كنا بنسميها دواير نهائية. طيب الدائرة نهائية دي كنا بنعملها في شكل حلقي او عشان خاطر نضمن استمرارية التغذية بتاعتنا. يعني ايه نضمن استمرارية التغذية? يعني ما يحصلش انقطاع باي شكل من الاشكال لامداد الطاقة القرابية للاحمال بتاعتنا. فبالتالي كان لازم نزود من بتاعتنا او من الاعتمادية بتاعت الدايرة من خلال ان احنا نعملها في شكل ايه? في شكل حلقي. يعني في شكل او مصار مغلق بحيث ان لو حصل اطعف اي جزء من المصار دوت بيتم تغذية الاحمال المحملة على هذا المصار او الدايرة دية من جانب اخر لعدم انقطاع التغذية. طيب الاختبار الاول اللي هو كان اختبار استمرارية الدواير الحلقية كان بيتم بطريقتين. الطريقة الاولة زي لحضراتكم شايفينها ونتذكرها كنا مع بعض كانت عبارة عن مجموعة من الموصلات. التلات موصلات دول زي ما حضراتكم شايفين. كان عبارة الموصل الاول هو اللاين بتاعنا. اللي هو واخد حرف ال. واللين دوت اللي هو المفروض الحامل للطيار الكهربي. خط الحامل للطيار الكهربي. والطرف التاني. او الخط الاوسط. اللي هو داشت لاين دوت او الخط المتقطع دوت. ده بيبقى عبارة عن نيوترل. اللي هو واخد حرف ال النيوترل ده يا شباب. نبهنا اكتر من مرة. وهنفضل ننوه عن هذا الامر ان النيوترال هو اسمه خط التعادل وليس طرف الارضي عشان بيطلق في بعض الاوقات تجاريا او في السوق العملي للمجال الكهرباء يقولك لا ده ده فردة كهرباء وفردة ارضي لأ ما فيش الكلام ده يا شباب هي اسمها خط اللاين او الحامل للطيار اللي هو الكهرباء والخط التاني اللي هو النيوترال او خط التعادل وده المفروض ان محصلة الطيار فيه تبقى زيرو طيب الفرق بينه وبين بقى الخط التالت اللي هو الارضي اللي احنا بنقول عليه الارضي او الارض بتاعنا او تقريد الحماية اللي هو الخط الظاهر بالنسبة لنا في النهاية خالص في الحلقة الخارجية دوت اللي هو عبارة عن برضو بس منقطة شرطة ونقطة شرطة ونقطة اللي هو عامل زي الخط المحورة دوت طيب الخط دوت عبارة عن ايه لوال بي اي او ده بيبدأ عبارة عن تقريد للحماية وقولنا ان تقريد الحماية زي ما هنشوفه في حلقات قادمة بازن الله مع بعض بيبقى عبارة عن ايه يا شباب بيبقى عبارة عن خط بيبدأ يعمل حماية للاجهزة او للمعدات اللي بتحمل اجسام معدنية او ليها اجسام معدنية من الخارج بتبقى عبارة عن الأجسام دي بممكن تتحمل أو بيترقم عليها أو بتتعرض لبعض الشحنات الكهربية نتيجة حاجة من الاتنين يا إما نتيجة ممس مباشر بيحصل نتيجة التماس عنصر أو تمس عنصر أو مكون أو طرف حامل للطاريخ الكهرابي بقى غير معزول جيدا والتمس أو حصل ممس مباشر بينه وبين الجسم بتاع المعدة أو الآلة أو الجهاز الكهرابي اللي احنا شغالين معاه فإذا هنا لما بيجي العنصر البشر بيتعامل مع الجهاز أو المعدة دي ممكن بيتعرض لصدمة كهربية أثناء العمل وممكن كمان الجهاز نفسه أو الآلة أو المعدة نفسها تتعرض للتلف أو للضرر فكنا بنعمل إيه بنعمل حاجة اسمها الترف البيئي أو البروتكشن ايرس أو التقريد الحماية وده كان بيبقى عبارة عن قضب من النحاس بيتم دفنه في باطن الأرض وبناخد منه توصيلة أو وصلة موصلة من النحاس بيتم ربطها في لوحة التوزيع الرئيسية الخاصة بالمبنى في الروزيتا أو في بارا نحاس خاصة بالمبنى ومنها بنبدأ نوزع مع الصاعد اللي طالع للوحدات اللي موجودة بالمبنى من الداخل عشان خاطر إيه؟ يبقى عندي السوكت اللي موجود جوه كل وحدة أو جوه كل يونت موجودة زي مثلا شقة آآ عنبر قسم فصل في المدرسة آآ عنبر في المستشفى أيا كان يبقى عندي السوكت نفسها أو المأخذ بتاع الطيار اللي هي البريزة اللي بنقول عليها البريزة بيبقى فيها تلت أطراف تلت أطراف مش معناهم إن هم مسري فيز لأ تلت أطراف معناهم إن فيه طرفين واحد واحد ومعاهم الطرف التالت اللي هو السيفتي أو الحماية بتاعتنا أو بتاعنا اللي هو قطب التقريد أو تقريد الحماية طب بيعمل إيه؟ بيعمل بمنطقة البساطة لما بنيجي نجيب الجهاز ونشغله الجهاز المعدني بيبقى الفيشة بتاعته أو السوكت بتاعته بتبقى فيها تلت بنزات التلت بنزات ده الاتنين للتشغيل اللي هما كهرباء ونيوترال والتالت اللي هو يعتبر رأس المسلس بتاعهم بيبقى عبارة عن الحماية وده بيبقى مربوض بالجسم الداخلي المعدني بتاع الآلة عشان لما يتحط في السوكت في البنز بتاعها بيبدأ يتوصل بالقضيب أو بالإلكتروض اللي أنا دفنه في بطن الإيه؟ في بطن الأرض فلما يحصل أي تسريب كهرابي نتيجة المسل مباشر أو التمسل مباشر أو نتيجة الشحنات الكهربية الاستاتيكية اللي ممكن تتراكم على الجسم من برة نتيجة اللي ممكن يكون فيه عملية فيه سيور دوارة في الآلة أو في خط الانتاج فيه مواتير بتلف وبتشتغل فيه عملية احتكاك للسوائل ما بين أجسام معدنية أو الحويات اللي حاملة ليها دي كلها بتنتج عن نتيجة الاحتكاكات والدوران وعمليات التشغيل دي شحنات كهربية متطيرة بتتراكم على أي جسم معدني قريب بالنسبة له فبالتالي بيجب تسريب الشحنات دي في بطن الإيه؟ في بطن الأرض بيتم إزاي؟ سواء كان في الشحنات الكهروستاتيكية المتراكمة أو من خلال المماس المباشر لطرف حامل للطيار الكهرابي بيتم من خلال طرف البي اي أو البروتكشن ايرس بتاعنا اللي هو قد التقريب سواء كان اللاين أو النيوترال أو قد بالتقريب بنبدأ نعمل لهم اختبار استمرارية عشان نتأكد من عدم انقطاع أي طرف من الأطراف التلاتة واتصالهم جيدا وأن الدائرة مغلقة غلق جيد قبل التشغيل النهائي بالطيار الكهرابي فكنا بنعمل حاجة اسمها اختبار استمرارية الدواير الحلقية النهائية اللي هو أول اختبار فيهم أو أول طريقة فيهم اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة بتاعتنا اللي بتتكون من مجموعة من الخطوط ويتم اختبارها من خلال أوميتر مع موصل اختبار بيطربت ما بين الأطراف ومآخذ الطيار كان الطريقة التانية بنفس الشكل برضو ولكن الاختبار هنا هيتم على الأطراف النهائية للتغذية من خلال برضو جهاز أوميتر مع عمل قصر أو شرط على مأخذ الطيار اللي احنا بنختبر عليه في الدائرة بتاعتنا طيب الاختبار اللي كان بعد كده وهو كان اختبار مقاومة التقريد احنا زي ما قلنا يا شباب ان لازم ان احنا يبقى عندنا قطب تقريد بنستخدمه لعملية الحماية فبالتالي لازم قطب التقريد ده مقاومته تكون أقل من الجهاز اللي هيشتغل معاه ومقاومة الإنسان اللي ممكن يتعامل أو العنصر البشر اللي ممكن يتعامل مع الجهاز طيب حضرتك دي هنتأكد منها ازاي بنعمل تجربة بسيطة جدا للإلكتروض بتاعت التقريد اللي احنا هنتفنه في باطن الأرض وكمان هنختبر مقاومة التربة اللي هيدفن فيها طيب معنى الكلام ده ايه قبل ما نشرح الدائرة بتاعتنا ونأكد عليها بصوا يا شباب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا قطب التقريد ده هيتم دفنه في باطن الأرض الطيار بمنتهى البساطة كده بالبلد عامل زي الإنسان الكسلان بيدور على أسهل طرق بالنسبة له يقدر يمشي فيها طيب الطيار بالنسبة له الطريق السهل اللي يقدر يمشي فيه بالنسبة احنا لنا كهربيا هو الطريق اللي يبقى فيه مقاومة أقل مقاومة أقل يبقى كل مكان المصاري اللي هيمشي في الطيار مقاومته الكهربية أقل يبقى الطريق دوت أو التوصيل دوت أو الموصل ده بالنسبة للطيار الكهربي طريق سهل جدا يمشي فيه يبقى ايزا لو عنده دلوقتي طرفين أو عنده دائرتين واحدة مقاومتها عالية واحدة مقاومتها صغيرة الطيار هيمشي في أنهي بالضبط هيمشي في الدائرة اللي مقاومتها صغيرة يبقى أنا بالنسبالي لما أجي أعمل دائرة تقريد أو أعمل قطب تقريد الهدف بالنسبالي وأنا بعمل قطب تقريد إن أنا لازم أقلل من مقاومة التوصيل الأرضي أو الإلكتروض بتاع الأرض وفي نفس الوقت أقلل مقاومة التربة اللي هيتدفن فيها القطب بتاع التقريد بتاعنا طب ده بيتم إزاي؟ ده بيتم من خلال اختبار مقاومة التقريد للإلكتروض والتربة المحيطة اللي هو هيتم دفن فيها وبعد كده لو حصل إن إحنا ملقناش قيمة المقاومة مناسبة للدائرة بتاعتنا أو للجهد الكهرابي بتاعنا لإحنا اتفقنا إن إحنا بنعمل التقريد بناء على قيمة الجهد الكهرابي اللي إحنا هنتعامل معاه لو في جهده منخفض بسيط أو في جهده متوسط أو في جهده عالي لو في منشأة سكنية أو في منشأة صناعية أو في محطات كهرابية أو محطات محولات كل أمر من دول بيختلف حجمه وتقيمة الجهد اللي بيتعامل معاه وحجم العمل داخل هذه المنشأة بيربطني بعملية التقريد بتاعتنا طب بنعمل إيه لو حصل إن إحنا احتاجنا نقلل قيمة المقاومة بتاعت التربة المحيطة قلل بمنطقة البساطة بيتم معالجتها بمجموعة من المواد زي مثلا بنضع بعض الأملاح بنضع بعض أنواع الحصى بنبدأ نزود باستمرار بشكل مستمر للتربة دي بنديها بعض المياه عشان تقلل من قيمة المقاومة بتاعتها فبالتالي بنعمل لها بعض عمليات المعالجة عشان خاطر نقدر نقلل من قيمة المقاومة دي ده هنشوفه بالتفصيل إن شاء الله لما نيجي في الأجزاء الخاصة بالتقريد طيب بعد ما عملت الواصلة وحطيتها في بطن الأرض بنبدأ نعمل حاجة اسمها اختبار تقريد اختبار التقريد دوت هيبقى عبارة عن إيه؟ بنجيب تلات إلكترودات الإلكترود الأول كلمة إلكترود اللي هو يا شباب القضيب أو البارة أو الكطب النحاس اللي هيتم دفنه في بطن الإيه؟ في بطن الأرض طيب يفضل دائما إن يكون الكطب ده أو الإلكترود ده أو الحربة المعدندية اللي هي شبه بالزبط كده الحربة اللي كان مدببة اللي الراجل بتاع الشمسية في المصف بيحفر بيها الرملة عشان خاطر يحط لنا الشمسية بتاعتنا بيبقى ليه عبارة عن بار طويل ومدبب من أسفل ليه سن عشان يقدر يغرز في التربة بتاعتنا طيب البارة دي يفضل طبعا إنها تكون من النحاس عشان خاطر جودة التوصيل الكهرابي وكل الوصلات اللي هتطلع منها كمان يفضل إنها تكون إيه؟ من النحاس عشان خاطر جودة التوصيل للطيار الكهرابي طيب بعد ما بيحصل هنجيب الثلاثة إلكترودات الإلكترود الرئيسي بتاعنا اللي هنحن هنعمله الاختبار بتاعنا هنسميه وليكن تيه واحد طيب أو تيه والقطبين التانيين أو الإلكترودين التانيين دي إلكترودات مساعدة هيتم استخدامها عشان خاطر إجراء عملية الاختبار بتاعت المقاومة يبقى عندي تيه اللي هو كطب التقريض الأساسي تيه واحد كطب التقريض مساعد تيه اتنين كطب التقريض مساعد اللي هو التالت هنشوف كده بقى مع بعض الدائرة عشان خاطر إنه اختبر الأقطاب بتاعتنا هنلاقي إن الدائرة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة عبارة عن إيه؟ قادي سطح التربة اللي هو الخط الأفك اللي قدامنا دوت الخط ده زي ما حضراتكم شايفين كده مدفون تحتيه هنا هو نازل تحته هو عبارة عن 3 الالكترودات ادي اول الالكترود اللي الماوس بيتشاور عليه ده هو دلوقتي اهو اللي هو الالكترود التقريض الرئيسي بتاعنا اللي مكتوب عليه ته الالكترود التاني المساعد اللي هو مكتوب عليه ته اتنين وده هيتحرك في اتجاهين عشان كده احنا عملنا جنبه شمال ويمين حطينا جنبه نفس الشكل بس منقط كده على اعتبار انه ده المكان الافتراضي اللي هيتحرك ليه الالكترود اثناء التجربة سواء يسارا او يمين طيب وده واحد اللي هو في الاخر خالص اقصى اليمين دوت ده برضو الالكترود تاني مساعد يبقى عندي الالكترود رئيسي واثنين الالكترود مساعدين للتجربة ومن فوق فوق سطح الارض من فوق في الدارة الكهربائية بتاعتنا هنستخدم عدد جهاز فولتاميتر واحد فولتاميتر لياس الجهد وواحد امبيروميتر او اميتر لياس الطيار ومعانا منبع للطيار او منبع مصدر للجهد بتاعنا عشان خاطر اجراء التجربة وكمان معانا مقاومة بيتم توصيلها بالتوالي ما بين المصدر وما بين قطب التقريد المساعد اللي هو ته واحد اللي هي السابت هيبقى في مقاومة متغيرة عشان نقدر نغير فيها من قيمة الطيار بتاع التجربة طيب اجراء التجربة هيتم ازاي اول حاجة هنضع الكطبين ته اللي هو الكطب الرئيسي وته واحد اللي هو الكطب المساعد الاول على مسافة بعيدة جدا عن بعضهم بحيث ان ما يتدخلش محيط او مجال مقاومة كل واحد بين التاني لان حوالين كل كطب من الاقطاب دي في مساحة معينة بيظهر فيها مجال مقاومة الكطب فبالتالي هنبدأ نشتغل ونقول ان احنا هنبعد الاقطاب دي عن بعضها حتى لا يتدخل منطقة المقاومات مع بعضها طيب وهنسبتهم مش هيتحركوا وفي النص في المنتصف بالزبط بين المسافتين هنحط الكطب التالت اللي هو كطب التقريد المساعد اللي هو بتركم بتيه اتنين طيب هنبدأ نعمل التجربة ازاي اولا هنسلط مصدر الجهد المتردد بتاعنا وان اشتغلنا على مصدر جهد متردد فهنشتغل على مصدر تردده 50 هرتز وهنبدأ نحرك الالكترود اللي في المنتصف اللي هو المتحرك هنسيب الاتنين على اطراف سبتين الرئيسي والمساعد والمساعد التالت هو اللي يتحرك مرة يتحرك يسارا في اتجاه الكطب الرئيسي مسافة 6 متر بحيث ان هو يصل الى النقطة سين اللي احنا شايفنا قدامنا دي على الرسمة ومرة تانية يرجع تاني مكانه ويتحرك مسافة 6 متر من موضعه الاصلي الى النقطة التانية صاد اللي هي في اتجاه اليمين في اتجاه الكطب المساعد يبقى مرة في اتجاه الكطب الرئيسي 6 متر ومرة يرجع تاني من موضعه الاصلي 6 متر في اتجاه الكطب المساعد في كل مرة من المرات دي هنقيس المقاومة الكهربية للتلات الكترودات طب ازاي حضرتك هتتم المرة الاولى هنقيس في الوضع الاساسي بتاعنا اللي هو في المنتصف قبل ما يتحرك طب ازاي من خلال قانون اوم قانون اوم ده بيقول يا شباب بيقول لو كنا بصنا كده مع بعض على الورقة والقلم عشان نتذكر مع بعضينا هنقول كده ان قانون اوم بيقول ان الار بتساوي حاصل اسمة الجهد على الطيار والمحصلة دايما بتطلع بالاوم فاذا لو انا استقيمة الجهد واستقيمة الطيار ده من خلال الفولتاميتر وده من خلال الامبروميتر اللي احنا جايبينه تمام اللي محطوطين في الدائرة لو جبت استوم بالاجهزة واسمت الاتنين على بعض هيديني قيمة المقاومة بالايه بالاوم في الدائرة الكهربية بتاعتنا طيب يبقى ايزا هنا دلوقتي لو رجعت تاني للشاشة وبصيت وقلت كده واحدة واحدة هنقول ان انا هقيس في الحالة الاولى بعد تسليط الطيار الكهربية هقيس قيمة الجهد وقيمة الطيار وهطبع قانون قوم اللي احنا لسه كاتبينه واقسم الاتنين على بعض هتطلع لقيمة المقاومة الاولى بعد كده هحرك يسارا 6 متر وابدأ اقيس نفس الكلام هقيس الجهد والايه والطيار واقسم الاتنين على بعض بحيث ان هو يطلع لقيمة المقاومة يبقى دي المقاومة في الحالة التانية هرجع حرك اتجاه اليمين اتجاه القطب المساعدة التاني لحد النقطة صاد وبنفس الكلام هقيس المقاومة في الحالة التالتة اصبح عندي 3 قراءات للمقاومة في الدائرة الكهربية اللي قدامي دي ما دي خلاص دائرة مغلقة اهيه طب دائرة مغلقة هيجي يقولي ازاي حضرتك دي دائرة مغلقة المنبع هو يا شباب وهنا الالكترودات هي الالكترودين الرئيسي والمساعد وغالق ما بينهم الدائرة اللي هو يعتبر مين تمام التربة او الارض اللي غلقة ما بينهم او مصار الارض اللي قافل بين الالكترودات وبعضها يبقى انا قسط تلات مقاومات التلات مقاومات دول ببدأ ااخد المتوسط بتاعهم واشوف القيمة اللي تلعت عندي القيمة دي لازم تطلع صغيرة يعني لازم كقيمة لازم تطلع اقل من قيمة الجهاز او قيمة المعدة او مقاومة العنصر البشر اللي ممكن يتعامل مع الجهاز عشان الطيار يقدر يمشي ايه يقدر يمشي فيها طيب ده كان كده عبارة عن الدايرة بتاعة اختبار مقاومة التقريب الاختبار التالت اللي كان بيتم تبقى للكود المصري او المواصفات الفنية الموضوعة للكود المصري وهو اختبار مقاومة العزل اختبار مقاومة العزل ده كان بيتم من خلال قياس مقاومة العزل بين المواصلات والارض وده لاجب ان لا يقل قيمته عن واحد ميجا اوم عندما تكون كل الواصلات والمصيرات مركبة في مواضعها وكل المفاتيح بتاعتنا مغلقة اي موصلة يجب اللي تقل مقاومة العزل عن واحد ميجا اوم بين مجموعة الموصلات الوصلة الى قطب او طور او مصدر المصدر التغذية وبين مجموعة الموصلات الوصلة الى قطب اخر في المصدر يعني ايه شباب يعني انا دلوقتي لو عندي عندي مجموعة موصلات موضوع مع بعضها في مكان واحد مجموعة موصلات او مجموعة اسلاك موضوع مع بعضها مثلا في مصورة داخل حائط او موضوع في مجرى في الارض ايا كان عدد مجموعة موصلات لازم اعمل حاجتين مرة هختبر العزل بين الموصل والموصل الاخر اللي موجود معاه وبين الموصلات دي والارض ازاي فاندم قال لي بسيطة جدا قيمة العزل او مقاومة العزل بيتم قياسها من خلال جهاز اسمه جهاز المجر او لو ما عنديش جهاز المجر ممكن استخدم جهاز اوميتر عشان اقيس المقاومة مع طبعا وجود مولد اه صغير عشان اقيس المقاومة الكهربية ما بين الموصلات وبعضها طبعا الموصلات ما بين الموصلات والارض او الموصلات وبعضها لازم المقاومة تكون كبيرة جدا ليه تكون كبيرة يعني عكس التقريد اللي احنا كنا بنعمله عشان خاطر ما يحصلش تصرب للطيار من موصل لموصل اخر او من موصل للارض اللي مدفون فيها الكابل او للحائط اللي ممدود فيها الكابل او الموصل بتاعنا الله طب ازاي هو ايه الفرق ما بين ان انا ايس مكاومة عزل بين موصل وارض وما بين قطب التقريد وقطب التقريد اخر او مكاومة التربة اللي فيها التقريد بتاعتنا قال لي لا فيه فرق انا لما بعمل قطب التقريد انا بعمله للحماية فلازم مكاومته تبقى قليلة جدا عشان الطيار يمشي فيها الطيار المتسرب او فيه لو في ايه تصرب يمشي فيها يتصرب يتشتت في الارض لكن بين الموصلات وبعضها لازم المكاومة تكون كبيرة جدا عشان ما يحصلش تصرب من موصل لموصل فيحصل قصر او شورت سيركت يحصل اللي هي من بلد بنقول عليها القفلة القاربية بتاعتنا او يحصل تصرب ما بين موصل والارض اللي هو موجود فيها او قطب التقريد او قطب الحماية او قطب النيوترال او مجموعة موصلات مع بعضها فيحصل برضو نفس القصة شورت سيركت او قصر او قفلة تسبب لي زيادة في الطيار جدا عالية جدا ممكن تدمر لي الموصلات والكابلات والدايرة بتاعتنا فبالتالي لازم قبل ما واعمل تشغيل نهائي وسلم الدايرة القاربية بتاعتنا والتركيبات بتاعتنا لازم اعمل اختبار لمكاومة العزل سواء بين موصل واخر او مجموعة موصلات مع بعضها موجودة في نفس المكان سواء في المصورة او في المجرى او في الارض ومجموعة الموصلات وهي الارض اللي موجود مدفون فيها عشان خاطر اضمن ان ما يحصلش اي تصرب بين الموصلات وبعضها طيب ايه تاني ممكن نعمله اختبار نشوف كده نكمل مع بعض اولا يجب ان لتقل كمت المكاومة عن واحد ميجا اوم في الحالات اللي احنا قلنا عليها واحد ميجا اوم يا شباب يعني معناها مليون اوم واحد ميجا يعني مليون اوم ودي طبعا بتبقى قيمة كبيرة جدا طيب بعد كده ايه اللي مفروض يتم ان انا اثناء عملية اختبار مقاومة العزل ممكن نحصل ان احنا يتم فصل بعض المعدات اثناء الاجراء بتاع الاختبارات السابقة دي لما بين قطب وقطب او مجموعة اكتاب وبعضها او مجموعة اكتاب والارض لما تكون الاجزاء دي بتحتوي على اجزاء موصلة مكشوفة لو فيها اي اجزاء كهربية مكشوفة غير معزولة بيجب قياس المقاومة بين الاجزاء دي والاجزاء المكهربة عشان اضمن ان المقاومة بتاعتهم تكون عالية واعمل ما بينهم فصل اعمل ما بينهم فصل وهنعرف دلوقتي الفصل ده بيتم ازاي يا اما باستخدام الحواجز او الحوائل الحويات الكونتينر ولازم هنا يا شباب ان قيمة المقاومة اللي تحصل اثناء عملية الفصل بين الاجزاء دي وبعضها يجب اللي تقل بناء على المواصفات الفنية المصرية اللي هي موجودة تبقى للكود المصري اللي تقل عن نص ميجا اوم خمسة من عشرة ميجا اوم يعني خمسمية الف اوم نص ميجا اوم يعني خمسمية الف اوم او نص مليون اوم طيب اللي بعد كده في حالة الدواير زيت الجهد الشديد الانخفاض بيكون ادنى قيمة مسموح بيها لمقاومة العزل الى الارض خمسة وعشرين من مية ميجا اوم يعني ربع مليون اوم او متين وخمسين الف ايه الف اوم اللي هي الدواير الشديد الانخفاض اللي هي جهدها صغير جدا المؤمنة او المحمية لاجب ان تكون كيمة العزل بينها وبين الارض 25 من 100 ميجا اوم طيب الاختبار يا شباب اللي احنا قلنا عليه بعد كده اللي هو كان اختبار عزل المهمات المجمعة في الموقع يعني لو عندي مجموعة يعني كلمة مهمات دي اللي هي مجموعة العناصر او المكونات او الاجزاء الكهربية اللي انا هستخدمها وتكون موجودة مع بعضها في نفس لوكيشن او في نفس المكان زي ايه مثلا يعني عندنا مثلا عن سبيل المثال عندنا لوحة توزيع احنا عارفين طبعا او لوحة توزيع بتاعتنا اللي هي ايه وشرحناها بشكل مستفيد في الفصل الدراسي الاول اللي هي كانت بتبقى عبارة عن لوحة من الصاج المجالفن اللي واخد مادة طلاقية عشان خاطر يتم وضع فيه اجزاء زي المفاتيح بتاعت الحماية والتشغيل والفصل القواطع الكهربية الفيوزات اجهزة القياس لنبات البيان برات التقريض برات النحاسية بتاعت التغزية القطب النيوترال كل الاجزاء الكهربية اللي تخص الدايرة اللي موجودة جواه لحة الايه لحة التوزيع طيب دي عبارة عن مجموعة من المهمات كلمة مهمة او مهمات مقصود بيها المكونات او العناصر او الاجزاء الكهربية اللي احنا هنشتغل بيها في الدارة الكهربية بتاعتنا فاذا لوحة التوزيع دي فيها مجموعة من المهمات موجودة في مكان واحد طيب يهمني جدا او يهمنا في الشغل بتاعنا لما يكون المهمات دي موجودة في مكان واحد اتأكد كويس جدا ان المهمات دي او العناصر دي او المكونات دي معزولة عن بعضها او مفصولة عن بعضها فصل جيد الفصل في حد ذاته ده يعتبر عزل بيعتمد على الهوى اللي بين المكونات تمام يا شباب يعني انا دلوقتي عندي عنصرين جنب بعض العنصرين دول مجرد اننا افصلهم عن بعض سواء كان فصل بمجرد التباعد او بوضع حائل او حاجز او بوضع كل عنصر من العناصر دي داخل حاوية او كونتينر في الحالة دي انا بعزله عن اللي جنبه طيب لازم ابطمن ان المكونات دي اللي موجودة في مكان واحد تكون معزولة عزل جيد ومفصولة عن بعضها عشان ما يحصلش فيما بعد اي مشكلة او اي قصر او اي شورت سيركيت او اي اه تصرب ممكن يتم من خلال العمل او اسناء العمل نتيجة زيادة الطيار او او كمان ده كل تمام طيب الجزء اللي بعد كده بيقول ايه بقى ان اختبار عزل المهمات المجمعة في الموقع ده بيتم ازاي عندما تكون الوقاية ضد اللمس يعني ضد التماثل المباشر عن طريق عزل الاجزاء المكهربة بتغطياتها تماما يبقى انا لو الان ان يحصل لمس مباشر بين الاجزاء المكهربة وبعضها يبقى انا هنا في الحالة دي لازم اعمل لها عزل اغطيها بطبقة عازلة كاملا والطبقة دي لا يمكن فكها او لا يمكن ازالتها الا اذا كان هيحصل ان انا هتلفها بشكل نهائي عشان استبدلها بشكل بمرة بمادة اخرى يبقى اذا هيتم عزل الاجزاء اللي ممكن يحصل فيها قلق نتيجة اللمس المباشر بيتم تغطياتها بمادة عزلة سابتة يستحيل ازالتها الا اذا عن طريق التلف ان انا اقتلف المادة دي عشان اقدر اشيلها تكون لها القدرة المستمرة على تحمل الاجهادات بمختلف انواعها سواء كانت الاجهادات دي اجهادات ميكانيكية سواء كان ضغط انحناءات انسناءات شد سواء كانت اجهادات قهربية زي زيادة الحمل اذا كانت قسر قهربي فيجب ان يتحمل الاجهادات الكهربية كمان الاجهادات الحرارية نتيجة زيادة درجات الحرارة سواء كانت درجات الحرارة المحيطة للتغيرات الجوية او نتيجة التشغيل فترات زمنية طويلة او زيادة الطيارة اللي بتؤدي برضو الى زيادة درجة الحرارة لازم العازل يتحملها كمان الاجهادات الكيميائية اللي ممكن تتم زي ايه زي مسلا سبيل المسال لو عندي كيبل مدفون في الارض الارض ممكن يكون فيها نتيجة المياه الجوفية مثلا نتيجة رطوبة الطربة نتيجة الشوائب الموجودة فيها بيبقى فيها بعض الكائنات او الاجسام الدقيقة اللي ممكن تتراكم على الكابل من برة فممكن تسبب مشاكل للعازل لازم العازل هنا يكون معالج كيميائيا بحسن هو يتحمل هذه الاجهادات زي مثلا على سبيل المسال اي تفاعلات كيميائية ممكن تحصل خلال المكان اللي انا حطت فيه الموصل او الجسم بتاعي بحيث اننا يتحمل الكابل والعازل بتاعي الاجهادات الكيميائية دي طيب اللي ممكن يتعرض ليها اثناء التشغيل الاختبار دوت بيتم للتحقق من صموده او صمود العازل امام الجهد المساوي للقيمة المنصوص عليها تبقى للمواصفات القياسية المصرية يبقى العازل لازم يتحمل اجهادات بمختلف انواعها يتحمل الجهد المقنن للكابل اللي هيمشي فيه باضافة نسبة امان على القيمة اللي تم وضعها تبقى للمواصفات القياسية لايه؟ المصرية طيب الاختبار اللي بعد كده وهو اختبار الوقاية بالفصل بين الدوائر زي ما نوهنا كده من شوية يا شباب انا في حد ذات ان انا ابعد العناصر عن بعضها او اعمل بينها حواجز او افصل ما بينها ده في حد ذاته بيعتبر اختبار وقاية او بنعمل وقاية للدوائر من خلال العازل عن المكونات وبعضها هنا بيتم ازاي الاختبار دوت؟ بيتم يا شباب باستخدام الفصل الكهرباء بين الدوائر الكهربية ويجب ان يتم الفصل بين الاجزاء المكهربة في معدات الجهد الشديد الانخفاض المأمون عن الدوائر ذات الجهد العالي هنقول يعني ايه دلوقتي يعني معناها ان انا دوائر الجهد المنخفض ودوائر الجهد العالي لو عندي دائرتين وفرضا ان انا بتعامل معكمتين للجهد واحدة منخفضة واحدة عالية لازم افصل بين الدائرتين دول ما شغلش الدائرتين مع بعض على دائرة واحدة او احط الدائرتين موصلات وكابلات واجهزة ومعديات الدائرة المخفضة مع الجهد الايه؟ مع الجهد العالي لازم افصل ما بينهم واعزل ما بينهم يستسنى من الكلام دوت ايه؟ الكابلات الارضية او الكابلات والموصلات اللي انا هستخدمها في التوصيل يجب ان لتقل درجة العزل الناشئ عن هذا الفصل عن درجة العزل لملفات دخل وخرج المحاولات المأمونة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي يا شباب هنعمل للقاتي لو عندي دائرتين كهربيتين دائرة كهربية باجهزتها بمعدتها بمكوناتها شغالة بجهد منخفض شديد الانخفاض اقل من مئتين وعشرين فولت فيما اقل وعندي جهد عالي قيم كبيرة ممكن بقى تتعدل مئتين وعشرين تلتمائة وتمانين الف الف وي فيما فوق تطالع طيب لو الدايوار دي مصادفة في المكان انه هم ممكن يخشوا في المكان ذاته ماينفعش اماشي الدائرتين او تواصلات الدائرتين او مكونات ومهمات الدائرتين كلهم يتحطوا في مكان واحد سواء كانت لوحات توزيع سواء كانت قواطع سواء كانت موزعات سواء كانت مفاتيح حماية اجهزة قياس لازم يتم الفصل ايه؟ ما بينهم دي في مكانها ودي في مكان اخر ده بنسميه عزل من خلال الفصل طيب العزل دوت يجب لما يجي افصل ما بينهم ان يكون المكاومة القهربية بين المكان او الاطراف اللي بتاعت الجهد المنخفض واطراف الجهد العالي او مهمات الجهد المنخفض ومهمات الجهد العالي قيمة المكاومة اللي ما بينهم اه تمام سمع حد هيقول لي ايه؟ لازم تكون المكاومة كبيرة جدا بالظبط بقارنها بايه بقى المكاومة دي؟ بمكاومة ملفات دخل وخرج المحولات المأمونة يعني ايه؟ هناخد جزء بسيط كده بالورقة والقلم في جزء شوية الات كهربية عبارة عن ايه؟ تعالوا نبص كده يا شباب مع بعض لو رسمنا عبارة عن محول كهرابي المحول الكهرابي ده عبارة عن ايه يا شباب؟ نبص كده على الورقة معانا ونقول ان المحول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قلب حديد تمام؟ زي ما دلسنا كده يا شباب في مادة الالات الكهربية نتذكر مع بعض قلب من الحديد مصنوع من شرايح اسمها شرايح صلب ايه؟ صلب سيليكوني قلب من الحديد مصنوع من شرايح اسمها شرايح صلب سيليكوني وبتبقى عبارة عن شرايح مكسمة ومعزولة عن بعضها خلاص؟ وبتتربط من الاطراف بتاعتها بمصامير او ببرشام خلاص؟ عشان خاطر يجمع الشرايح دي مع بعضها طيب القلب دوت ده قلب من الحديد مصنوع من شرايح صلب سيليكوني معزولة عشان تفادت طيرات الاعصالية والدومية زي ما اخدناها في مادة الالات طيب وبعدين بيوضع على الازرع بتاعة المحول ده مجموعة من الملفات الملفات اللي هي بتتوصل بالمصدر بنسميها ملفات اللي ابتدائي تمام؟ والملفات اللي بتتوصل بالحمل من الطرف الاخر بنسميها الملف السنوي يبقى انا عندي هنا نوعين من الملفات ملف ابتدائي وملف سنوي وكلهما ملفات من النحاس المعزولة بالورنيش طيب الملفات دي حد هيجي يقول لي ايه طب ما احنا كده حطناها على القلب الحديد مباشرة لا هو اللي حصل ايه اننا قبل ما بنحط في الوضع الطبيعي قبل ما بنحط الملفات دي على الازرع بتاعة القلب الملفات دي بتبقى ملفوفة على بكر من الفبر بيبقى مادة عزلة وبتوضع على الازرع بتاعة القلب وبيتم غلق الحفزة بتاعة الحرف من فوق اللي هي موجودة من فوق دي كده دي بتبقى حفزة على شكل حرف اي بتقفل على ادراعي يعني في الشكل الطبيعي للقلب الشكل بيبقى عامل كده عامل زي حرف يو او على شكل حرف اي وبيقفل علي من فوق حفزة على شكل حرف اي طيب الملفات دي اولا يجب ان تكون معزولة عن بعضها عازل كهرابي ما تكونش متصل اتصال خالص بينها وبين بعضها اي اتصال من اي نوع تمام طيب وبينها وبين القلب الحديد نفسه تكون معزولة يبقى انا بحط عزل بين الملفات والقلب وبين الملفات وبعضها ده كمان البورنيش العازل بين الملف اللي محدود على السلك نفسه بيعزل بين كل لفة والتانية من نفس الملفة طب انا بعمل كده بعمل عشان ازود مقاومة العزل بين الملفات وبعضها ما يبقاش فيه اي اتصال مباشر او اي تماث مباشر او شرط سركة مباشر بين الملفات وبعضها او بينها وبين القلب طيب ده بنسميه عزل بين ملفات الدخل اللي هي الملفات الابتدائية وملفات الخارج اللي هي ملفات الايه السنوية ده بنسميه عزل مأمون بين الملف الدخل وملف الايه وملف الخارج نفس الكلام هنا بنفس الطريقة ان قيمة المقاومة بتاعة العزل بين الملفات اللي انا حاطتها ما تقلش قيمتها زيها بالزبط زي المكونات اللي احنا هنشتغل بيها داخل التركيبات الايه? القاربية. يبقى هنا دلوقتي لما يقولي ان يقولي اني